من أيام العرب في الإسلام يوم جؤاثا كان يقيم في البحرين قبائل من ربيعة من بكر وتغلب وكانوا قد وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليهم المنذر ابن ساوى ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم والمنذر ابن ساوى اشتكيا في شهر واحد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ثم مات المنذر بعده بقليل فارتد أهل البحرين جميعا عن الإسلام كما ارتد غيرهم من سائر أنحاء شبه الجزيرة فأما بكر فإنها ثبتت على ردتها وأما عبد قيس فإنهم رزقوا بالجارود بن المعلى فثناهم عن ردتهم وكان الجارود قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مرتادا فقال له أسلم يا جارود فقال إن لي دين فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن دينك يا جارود ليس بشيء وليس بدين فقال له الجارود فإن أنا أسلمت فما كان من تبعة الإسلام فعليك قال نعم فأسلم ومكث بالمدينة حتى فقها ثم عاد إلى قومه من عبد قيس فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا كلهم ثم لم يلبث أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فقال عبد قيس لو كان محمد نبيا لما مات وارتد عن الإسلام فبعث إليهم الجارود ثم قام فخطبهم فقال يا معشر عبد القيس إني سائلكم عن أمر فأخبروني به إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموا قالوا سل عما بدى لك قال تعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى قالوا نعم قال تعلمونه أو ترونه قالوا لا بل نعلمه قال فما فعلوا قالوا ماتوا قال فإن محمد صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنت سيدنا وأفضلنا وثبتوا على إسلامهم وأما بقية قبائل ربيعة فإنهم ثبتوا على ردتهم واجتمع رأيهم على أن يلقوا بمقاليد الملك إلى المنذر بن النعمان بن المنذر الملقب بالمغرور عند ذلك خرج الحطم بن ضبيعة في من اتبعه من بكر بن وائل على الردة ومن اجتمع إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرا حتى نزل القطيف وهجر ثم حصر ومن معه المسلمين في جؤاثا واشتد عليهم الحصار حتى كاد يهلكهم الجوع وفي ذلك قول شاعرهم ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جؤاثا محصرين كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين وكان خالد بن الوليد قد قضى على مسيلمة باليمامة وأتباعه حين عقد أبو بكر للعلاء بن الحضرمي اللواء وأرسله لمحاربة المرتدين من أهل البحرين فلما كان بحيال اليمامة أسرع من عاد إلى الإسلام من بني حنيفة ينضمون إلى العلاء حين مر باليمامة فلحق به ثمامة بن أثال الحنفي في المسلمين من بني حنيفة ثم قيس بن عاصم ثم انضم إليه عمر بن حنظلة وسعد بن تميم والرباب وغيرهم قال من جاب بن راشد فسلك بنا العلاء الدهناء حتى إذا كنا في بحبوحتها وأراد الله عز وجل أن يرينا آياته نزل وأمر الناس بالنزول فنفرت الإبل في جوف الليل فما بقي عندنا بعير ولا زاد فما علمت جمعا هجم عليهم من الغم مثل ما هجم علينا وأوصى بعضنا إلى بعض ونادى منادل على اجتمعوا فاجتمعنا فقال ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم فقال الناس وكيف نلام ونحن إن بلغنا غدا لم تحمي شمسه حتى نصير حديثا فقال أيها الناس لا تراعوا ألستم مسلمين ألستم مجاهدين في سبيل الله ألستم أنصار الله قالوا بلى قال فأبشروا فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حاله ونادى المنادي بصلاة الصبح حين طالع الفجر فصلى بنا ومنا المتيمم ومنا من لم يزل على طهوره فلما قضى صلاته جثى لركبتيه وجثى الناس فنصب في الدعاء ونصبوا معه فلمع لهم سراب الشمس فالتفت إلى الصف فقال رائد ينظر ما هذا ففعل ثم رجع فقال سراب فأقبل على الدعاء ثم لمع لهم آخر وآخر إلى أن وجدوا الماء فقام الناس قال من جاب فمشينا إليه حتى نزلنا عليه فشربنا واغتسلنا وما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تكرد من كل وجه أي تندفع وتضطرد فأناخت إلينا فقام كل رجل إلى ظهره فأخذه ثم أرويناها وأسقيناها العلل بعد النهل وتروينا ثم تروحنا وسار العلاء بقومه حتى نزلوا بهجر وأرسل إلى الجارود يأمره أن ينزل بعبد قيس على الحطم مما يليه وسار هو في من معه حتى نزل عليه مما يليه جر واجتمع المشركون كلهم إلى الحطم وخندق المسلمون على أنفسهم وكذلك المشركون فكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم وظلوا على تلك الحال شهرا وبين الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة كأنها هزيمة أو قتال فقال العلاء من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن حذف أنا آتيكم بخبر القوم ثم ذهب وعاد فأخبرهم أن القوم سكار لا يملك أحدهم دفعا عن نفسه فخرج المسلمون من خنادقهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم ووضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا وفر المرتدونه الرابا فإذا هم بين مترد في الخندق ودهش مقتول أو مأسور أو ناج لا يعرف لنفسه مستقر واستولى المسلمون على ما في العسكر فلم يفلت رجل إلا بما عليه وأما الحطم فإنه قد طار فؤاده وقام إلى فرسه والمسلمون خلالهم ليركبه فلما وضع رجله في الركاب انقطع به فمر به عفيف بن المنذر فسمعه يستغيث ويقول ألا رجل من بني قيس بن ثعلبة يعقلني فعرف صوته فقال له نعم أعطني رجلك أعقلك فأعطاه رجله فأطنها من الفخذ وتركه أي قطعها فقال أجهز علي فقال إني أحب أن لا تموت حتى أمضك أي أؤلمك وكان مع عفيف عدة من ولد أبيه قتلوا ليلة إذ وجعل الحطم لا يمر به في الليل أحد من المسلمين إلا قال هل لك في الحطم أن تقتله حتى مر به قيس بن عاصم المنقري فقال له ذلك فمال عليه فقتله فلما رأى فخذه نادرة قال واسو أتاه لو علمت الذي به لم أحرك وأصبح العلاء فقسم الأنفال ونفل رجالا من أهل البلاد ثيابا وفر الذين نجوا من الموت أو الأسر وركبوا الشراع إلى دارين وهي جزيرة من جزر الخليج الفارسي تواجه البحرين كان بها أديار خمسة لخمس شعب من النصارى فتركهم العلاء بها حتى أيقن أن من بقي بالبحرين من القبائل قد رجعوا إلى دين الله وكان جيشه قد زاد عدده بمن انضم إليه من أهل البلاد عند ذلك أمر الناس بالذهاب إليها حتى لا يبقى لمرتد في الأرض ملجأ فركبوا السفن والتقوا بأعدائهم فقتلوهم وضرب الإسلام رواقه في تلك الأنحاء وكتب العلاء إلى أبي بكر الصديق رسالة بهزيمة القوم وقتل الحطم يقول فيها أما بعد فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقولهم وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار فاقتحمنا عليهم خندقهم فوجدناهم سكارة فقتلناهم إلا الشريد وقد قتل الله الحطم فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما بعد فإن بلغك عن بني شيبان شيء فابعث إليهم جندا فأوطئهم وشرد بهم من خلفهم فلم يجتمع لهم أمر بعد ذلك يوم صنعان كان باذان عاملا للفرس على اليمن فلما أسلم وأسلمت اليمن أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان في يده حتى مات وبعد وفاته جعل رسول الله ابنه شهرا وليا على صنعان وولى على بقية اليمن عمالا آخرين جعل معاذ بن جبل معلما ينتقل في كل ولاية من هذه الولايات وحدث قبل وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قام رجل من عنس اسمه الأسود العنسي وكان كاهنا فتنبأ وتابعه قوم من أعراب اليمن فاشتد بهم ساعده واقتحم بهم بلاد نجران فلم تلبث أن دانت له ودخل في أمره عوام مذحج وكثر سواده وأمر أمره ثم قصد صنعاء فنازل عاملها شهرا وقتله وهزم الأبناء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه ثم تزوج بامرأة شهر بن باذان وجعل أمره يستطير استطارة الحريق وصار لا يميل إلى قوم إلا دخلوا في أمره أو صانعوه تقية أو بقاء على أنفسهم فكتب عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بشأن الأسود وما يصنع فأرسل عليه الصلاة والسلام كتابا إلى من بصنعاء من الأبناء يأمرهم فيه بالقيام على دينهم والنهوض إلى الحرب والعمل في أمر الأسود إما غيلة وإما مصادمة وأن يستعينوا بكل من رأوا عنده نجدة ودينا عمل القوم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم رأوا الأمر مستصعبا عليهم لأن الرجل قوي المراس وبينما هم على هذه الحال إذ عالموا بتغير الأسود على قيس بن عبد يغوث المرادي رئيس جنده وعرفوا أنه قد خبثت نيته فيه وأضمر له الشر وأعلمه أن الوحي أتاه وقال له إن الملك يقول عمدت إلى قيس فأكرمت حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك ما لميل عدوك وحاول ملكك وأضمر الغدر لك إنه يقول يا أسود يا أسود يا سوء يا سوء أقطف قنته وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك أو قطف قنتك فقال قيس وأقسم كذب لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث بك نفسي فقال الأسود أتكذب الملك قد صدق الملك وعرفت الآن أنك تائب انتهز الأبناء هذه الفرصة ودعوا قيسا إلى ما يرون من الفتك به فلب ثم أفضوا إلى آزاد امرأة الأسود التي كان قد تزوجها بعد شهر بن باذان بأمرهم وقال من لقيها منهم يا ابنة العم قد عرفت بلاء قومك عند قتل زوجك فهل عندك من ممالأة على الأسود وإخراجه أو قتله قالت نعم والله ما خلق الله شخصا أبغض إلي منه ما يقوم لله على حق ولا ينتهي عن حرمة فإذا عزمتم فآذنوني ثم جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبناء ووصل كتابه إلى أهل نجران فانحازوا إلى ناحية يريدون قتال الأسود وكاتبوا من بصنعاء من الأبناء ليعينوا عليه غير أن المؤتمرين بقتله من الأبناء عاجلوه فقتلوه في قصره وما لأتهم زوجه وما طلع الفجر حتى أعلنوا أمرهم وفر أصحابه وجعلوا يترددون بين صنعاء ونجران وذهب الخبر إلى المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبموت الأسود ظن المسلمون في صنعاء وما وليها أن جو البلاد قد صفى ولكن حين جاءهم خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشد مما كانوا عليه من الردة فبعث أبو بكر إلى من بقي على إسلامه منهم يأمرهم بالثبات على أمرهم حتى توافيهم النجدات ثم حدث أن قيس بن عبد يغوث رئيس جند الأسود والعامل على قتله بادر إلى الردة وكتب إلى المنهزمين من جند الأسود فجتمعوا إليه وأراد أن يقتل رؤساء الأبناء فصنع وليمة دعاهم إليها فلم يظفر بأحد منهم سوى دا ذويه وامتنع فيروز بقبيلة خولان ثم استتبى الأمر لقيس بصنعاء وغرب عيالات الأبناء وانضم إليه عوام القبائل من حمير ودان له الأمر واطمأن بصنعاء كما اطمأن الأسود من قبل وعرف فيروز ما أصاب بني وطنه فاستنهض القبائل التي بقيت على إسلامها لينصروا فأجابه بن عقيل بن ربيعة كما أجابته عك وساروا يستنقذون عيال الأبناء وخرج فيروز على رأسهم فنازل قيسا دون صنعاء وأجلاه عنها وخرج هاربا في جنده إلى حيث انتهوا إلى المكان الذي كانوا فيه قبل مقتل الأسود وفي أثناء هذا القتال وافى جيش المسلمين يقوده المهاجر بن أبي أمية وجاء على أثره عكرمة بن أبي جهل بجنوده بعد أن انتهى من عمانة ومهرة وبتعاون هذه الجيوش هزم الله المرتدين ومنح المسلمين أقفيتهم وأسر قيس بن عبد يغوث وعمر بن معدي كرب وكان قد ارتد وانضم إلى قيس ولما جاء عمر وقيس أسيرين إلى أبي بكر أنب قيسا على عمله وحق ندمه ووبخ عمرا على ما كان منه وقال له أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله فقال لا جرم لأقبلن ولا أعود فأطلقهما ورجع إلى قومهما مؤمنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة